موسيقى 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 بصفتنا تجار و بصفتنا أعضاء الجمعية تنعيني ومن المشاكل دياللي بيئه هنا خاصة في هذا المركب اللي حد فيه الان واللي كنخص يكون شعلة ويكون منارة للناس لأننا في حي المعارف لكن للأسف تلاحظوا أن هناك واحد الإهمال هل هذا الإهمال مقصود أم غير مقصود المهم نحن كجمعية عملنا على أساس أننا نقوم هذه المنطقة ونحافظوا على البيئة ديالها ونحافظوا على النظفة ديالها ومدينا لي ديالنا للجماعة على أساس أنهم يقدموننا المساعدة لأن النوزيستيك اللي عندهم هما ما عندنا شناية باش يكون واحد العمل مشترك ما بين الجماعة من جهة وما بين السكنة والتجار من جهتين أخرى لكن للأسف لما نتلقى الجواب الكافي ترجر لأنه مبقىش واحد المتابعة المتابعة متابعة ديالنظافة يعني النظافة شكون من اختصاص من اختصاص الجماعة ما بقىوش ناس هادا الناس ولوا بعض الاختراس وماشي هاد المهجر حتى في ريجيرا يعني ما بقىش واحد النظافة ما بقىش متانا واحد الساكينة ديال مثلا اللي الناس اللي غادي يحمي وتو الزهر هذا هذا وليج على المتانا ما بقىش واحد يعني ما كيكون متكونش نظافة ما تكونش تويفي ديال يعني الواحد البيئة نظيفة أنا معمري ما توصلت بشي حاج الهدم ويا ميك تكونش يورقة الهدم الهدم ما كيجيش هاك الهدم كيقدر يجي على أساس ميك تفهم مع الناس لأنه لجي تشوفتها دوار الصافح لما دي تشوفتها دوار الصافح نحن ما زنقن خلصوا الدرائب ونخلصوا الدوار ونخلصوا الماء والمسائل الهدم ما مش يعيش وش هاك تكون لهدم لأنه هادي بعدها الهدم سير أخويا مرحو أخو أعطي الناس الله يسهل عليك دير ناطيحة الساحاب هنا يا دير ناطيحة الساحاب وعيش أعود الناس هذا السوق المزور هدي هذا أمر للأسف نتأسف وليه أنه تجر علش تجر هاد السوق ليه سبيبي من الأسباب لأنه اللي كيجي كيعمل المشروع فشي عمل هذك المشروع ما تيعطيش النتائج وبالتالي من لي ما كيعطيش النتجة تيتي تراجع اللور يعني كيلي بقى مستمر ومن لي بقى مستمر جنا لواحد الجانب اللي ما كانش بعد ما بدلنا مجموعة من الحراف عملنا واحد الجانب ديال الأوكلات الخفيفة جنا إخبار أنها ما تكونش الأوكلات الخفيفة في حين أنه في حين أنه لا يجب أن يكون هناك إزمة عالمية ونحن نقوم بعملها عندما نطلب المساعدة نعمل ذاتي إذن كيف ينحونا؟ سيدنا يقول يشغل الشباب وهذا يقول كل ما تشغلوش لا يفهمنا نحن في الحقيقة لا يفهمنا المطلب أنه يرى إعادة الهيكالة وليقوا حلول ومعنوا حلول الناجعة مثلا لقوا يعدوا لترميم هذا الشي ويقولوا الناس يعودهم كان عندهم مشاريع أخرى يقدروا مثلا يعودوا الناس بهم فبتيني يحيدوا مثلا وكل ما سيروا وليك يخدم وكل واحد يبقى هذا لأنه لا يمكنش تشرد واحد تاجر وعائلة دياله وعائلة أخرى نطلب ذي أنه يكون يدينا يد فيد مع الجماعة أن الجماعة نجينا بس نشتغله ويجينا بس نضمنه مع الجماعة والجماعة كتبت للناس كتبت للشكان كتبت للساكينة وبالتالي يجب أن يكون هناك واحد تتواصل فيما بيننا من أجل الخير ديال هاد المنطقة نحن بغينا هاد المنطقة تكون مظاهرة ونرجع لها الزهار الذي كان في السابق